موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة UATV الأوكرانية في العاصمة كييف أنا محمد زاوي وفي المستهل أبرز العنوين مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبدأان أكبر تدريبات عسكرية جوية مشتركة الإبقاء على نائب رئيس كتالونيا وثلاثة من القادة في السجن أهلا بكم بداية اللقية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مصرعه اليوم على يد مسلحين حوثيين وهو في طريقه إلى مسقط رأسه جنوب العاصمة صنعاء وعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين مقتل صالح وقالت في بيانهم بثته قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي إنه تم القضاء على ما سمته ميليشيات الخيانة والفتنة الداخلية وبسط الأمن في العاصمة صنعاء وقد أظهرت صور بثت على موقع تواصل الاجتماعي جثمان الرئيس اليمني المخلو علي عبدالله صالح محمولا في بطانية من قبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي ونقلت وكالة الأنظول التركية عن قياد باريس في حزب المؤتمر الشعبي العام مقتل الرئيس المخلو علي عبدالله صالح وقال القياد إن الحوثيين أعدموا صالح رميا بالرصاص إثراء توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه لمسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة في موضوع ضيسلة دعت الأمم المتحدة لوقف القتال والغارات الجوية في اليمن وإدخال المواد الأساسية في وقت فاقمت فيه المواجهات بين الحوثيين وقوات الرئيس المخلو علي عبدالله صالح فاقمت الأوضاع الإنسانية استيفان دوجاري كالمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال في بيان إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيراس يشعر بقلق بالغ من تساعد المواجهات والغارات الجوية في صنعاء ومناطق أخرى خلال الأيام الماضية وأشر في هذا السياق إلى سقوط عشرات القتلى في المعارك بين مسلحي جماعة الحوثي والرئيس المخلوع مشددا على ضرورة وقف الهجمات الجوية والبرية وضف دوجاري كانت تسعيد يأتي في ظرف بالغ سوء يعاني فيه الشعب اليمني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ودعا لاستيناف إرسال الأغذية والأدوية وغيرها إلى اليمن فورا ومحذرا من تعرض الملايين لخطر المجاعة والمرض والموت بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عسكرية جوية مشتركة الأمر الذي وصفته كوريا الشمالية بأنه استفزاز شامل وذلك بعد أيام من تجربة بيونج يونج لأقوى صواريخها الباليستية العابرة للقرات تشارك في تدريبات التي تستمر خمسة أيام مائتين وثلاثين طائرة عسكرية على رأسها ست طائرات شبحين أمريكية مقاتلة من طراز F-22 إضافة إلى عشرات ألاف الجنود طبقا لما ذكر الجيش الكوري الجنوبي وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن تدريبات فيجيلانت أيس فوق شبه الجزيرة الكورية تجرى سنوية لتعزيز الموقف الدفاعي إلا أن هذه المرة تعتبر تدريبا غير مسبوق من ناحيتي الحجم والقوة بيونج يونج انتقدت هذه التدريبات واتهمت إدارة ترامب بتسول حرب نووية القيادة التشغيلية للقوات الجوية لجمهورية كوريا والأسطول الجوي السابع للولايات المتحدة سيقومان بتمارين فيجيلانت أيس في الفترة من الرابع إلى الثامن من ديسمبر لزيادة استعداد قواتنا الجوية للعمل معا في زمان الحرب اعتقلت الشرطة في مالطا ثمانية أشخاص للإشتباه بتوروتهم في قتل المدونة دافني كاروانا غاليزيا التي تهمت الحكومة اليسرية بالفساد وقال رئيس الوزراء جوزيف موسكات اليوم الاثنين إن عمليات التي تقوم بها الشرطة جارية في بلدة مرسي ومنطقتين بوجيبا وزيبوج للكشف عن ملابسات الحادث وكانت غاليزيا البالغة من العمر 53 عاما والتي تهمت حكومة بلادها بالفساد قد لقيت مصرعها في انفجار قنبلة بسيارتها في السادس عشر أكتوبر الماضي وعرضت الحكومة مليوني يورو مكفأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مرتكبية الجريمة كما استدعت خبراء دوليين من بينهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للمساعدة في التحقيقات إلى شرق أوكرانيا حيث لقي جندي حتفه في انفجار لغم في بلدة شيروكين الواقعة في منطقة دونيسك فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة المكتب الإعلامي للجيش الأوكراني أكد أيضا إصابة جنود آخرين في العديد من مناطق السراع الأخرى جنديان أصيب بالقرب من بلدة طرويتسكي وآخر بالقرب من بلدة فاديان الواقعة في منطقة دونيسك وفقا للجيش الأوكراني فإن المسلاحين الموالين لروسيا خرقوا الهدنة أربعين مرة خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة الوضع الأكثر توترا تشهده المناطق الواقعة في تجاه لغمسك قام العدو بقصف مواقعنا ثلاثة وعشرين مرة وذلك باستخدام قذائف الهون المحظورة بموجب اتفاقات منسك وذلك في كل من من منطقة لغمسك واترويتسكي حيث سقطت أكثر من سبعة عشر قضيفة على مواقعنا وفي حوالي منتصف الليل هجمت قواتنا بقوة بالقرب من زلاتوي العدو هاجم أيضا مواقعنا في زايتسافا وزلاتوي وكريمسكي ولوهانسكي ومالينفا ونباهروتسكي ونبالوغانسكي ونبالكسندروفكا وترويتسكي وذلك باستخدام قذفات القنابر اليدوية والمدافع الرشاشة ذات العيار الثقيل أكد الرئيس الأوكراني بيترو بارشينكو أنه أرسل باقتراح إلى مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى من الرواتب في البلاد وذلك إلى الثلث لتكون في حدود 160 دولارا تصريح بارشينكو جاء خلال المنتدى الأوكراني للجمعيات حيث أشر إلى أن هذا المشروع سيكونه بداية من العام 2018 قبل عامين قمنا بشكل جذري من خلال الحد الأدنى من المساهمة الاجتماعية والآن يمكننا أن نتحدث عن تأثير إيجابي واضح وموضوعي وماذا عن رفع الراتب مرتين؟ تذكرون كيف انتقدنا باعتبار أن هذا الإجراء سيكون خنقا لمجال الأعمال وسيكون هناك عمل في الظل ولكن على العكس من ذلك قادتنا الأمور للخروج من الظلال والقرار الذي اتخذ في بداية العام لزيادة الراتب من 1600 هريفنا إلى 3200 هريفنا بالضبط مرتين أصبح غير مسبوق قرر قاضي تحقيق إسبانيا اليوم الاثنين للاستمرار في حبس كل من أوريول خونكيراس نائب الرئيس المخلوع كارلوس بوشيمون وثلاثة آخرين وجهت لهم تهمة التمرد بعد محاولة انفصال كتالوني عن إسبانيا فيما تم الإفراج عن ستة آخرين بكفالة حسب ما أعلنت المحكمة وقالت إن خونكيراس والمستشار السابق خواكين فورن ورئيسي المنظمتين الانفصاليتين الجمعية الوطنية الكاتولينية وجمعية أومنيوم الثقافية سيبقون في السجن بسبب خطر تكرار ما قاموا به وقال القاضي إن المعتقلين الستة الآخرين سيطلقوا صراحهم بكفالة قدرها مائة ألف يورو بينما تبدأ حملة الانتخابات الإقليمية التي ستجرى في كتالونيا يوم 21 ديسمبر من جانبه لجأ رئيس المنطقة المقال كارلوس بوشيمون وأربعة أعضاء آخرين في حكومته إلى بروكسل حيث مثل صباح اليوم جددا أمام القضاء البلجيكي للنظر في مذكرات توقيف دولية بحقهم أصدرت الحكومة المركزية في مادريد بعد إعلانهم استقلال المنطقة أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توادة صحة المعلومات التي حصلت عليها الشهر الماضي والمتعلقة ببرنامج تعاطي المنشطات بروسيا في الفترة التي سبقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسوشي 2014 وذكر بيان للمنظمة أن قسم المعلومات والتحقيقات بات بحوزته ملف إلكتروني يجعل القسم يوثق قاعدة بيانات شبكة المعلومات في معمل موسكو أي جميع بيانات الاختبارات في الفترة من يناير 2012 حتى أغسطس 2015 وأوضح جوينتر يانجر كبير محقيقي المنظمة في تصريحات أنه بعد استكمال التحقيق القضائي أصبح بالإمكان تأكيد المعلومات مضيفا أن المحتوى سيؤكد دعاعات غريغوري روتشونكوف الرئيس السابق لمخبر مكافحة المنشطات بالعاصمة الروسية موسكو والذي أشار إلى نتائج عينات البول الإيجابية التي أخذت من عدد من الرياضيين الروس تم تبديلها بعينات أخرى نظيفة في مختبر سوتي خلال أولمبياد 2014 هذا وتصدر اللجنة الأولمبية الدولية غدا الثلاثاء قررها بشأن مشاركة الرياضيين الروس في دورة الععاب الأولمبية الشتوية المقررة في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية العام المقبل أعلنت وزارة الطوارئ الأوكرانية عن افتتاح أو عن انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق الغربية من أوكرانيا وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية حيث تعاني أكثر من 90 بلد من انقطاع التيار الكهربائي وتعمل وحدات الطوارئ على إصلاح وبالإضافة إلى ذلك تسبب تساقط الثلوج في حوادث مرورية وازدحام للمركبات على الطرق خاصة في مدينة الفوب حيث حضرت إدارة المدينة حركة الشاحنات على جميع الطرق فيها كما شهدت منطقة ريفنا الواقع على الطريق العام بين مدينتي تشوب والعاصمة كييف ازدحاما مروريا خانقا امتدى لعدة كيلومترات وبالقرب من قرية كيريليف حاصرت الثلود 12 شاحنة وأرسلت دائرة الطوارئ المعدات الخاصة ورجال الإنقاذ لمساعدة السائقين العالقين هناك فيما حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأوكرانية من خطر الانهيارات الثلجية في منطقة الكربات غرب البلاد ختام نشرة اليوم قدمناها لكم من قناة يواتي فيا الأوكرانية في العاصمة كييف شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم